السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزعد الله مساءكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم يشهد السودان في 11 من أبريل 2019 تحولا جزريا تمثل في الإطاحة بالرئيس السوداني عمر أحمد البشير الذي ظل يحكم البلاد لسلاسة قرون شكلت تغريبا نصف تاريخ البلاد منذ الاستغلال بعد أن أطيح به بآلية تتجاوز النصوص الدستورية على إسر تفجير مواجهة الاحتجاجات العارمة ومن المفترض أن يبدأ السودان منذ تلك المرحلة في مرحلة انتقالية ويفغي خارط طريق وإجراءات واضحة إلا أن الخلافات في وجهة نظر كثير من القوى السياسية والأطراف المختلفة والمجهس العسكري ربما ساهمت كثيرا في اكتساب الحالة السودانية سيولة وقموض إذ لم تقتصر مظاهر التباين في الرؤى على القرارات المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية فحسب بل بعد مسافة التوافق بين القوى السياسية المختلفة اللاحت كثير جدا من الإشكالات التي تشهدها المرحلة خلال هذه الأيام وبالتالي نلتقي في هذه المساحة من ساعة خاصة جدا للحديث حول أهمية التوافق السياسي للفترة الانتقالية يسورني أن أرحب بضيوفه داخل الستوديو الأستاذ إدريس سليمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي أهلا مرحبا بك السياسي كما أرحب بضيفي الأستاذ محمد ضيادين الناطق الرسمي باسم تحالف غوة الإجماع الوطني والغيادة في غوة الحرية والتغيير مرحبا بك السياسي أيضا أرحب بضيفي الأستاذ محمد عيسى عليو رئيس ممبر المجتمع المدني الدارفوري مرحبا بك السياسي كما سينضم إلينا عبر الهاتف إن شاء الله لاحقا الأستاذ محمد زكريا فرجالة أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم الجفهة السورية من بريطانيا نبدأ إن شاء الله محاورنا هذه أستاذ إدريس سليمان على القوى السياسية الآن الموجودة في السودان بعد الإطاحة بالنظام بعد هذه الثورة أصبح هناك في البدء كان اتفاق كبير من كل القوى السياسية ومن كل جمعة الشعب السوداني على الهدف وهو إصغاط هذا النظام والإطاحة به وبرئيسه وكانت الوسائل مختلفة عبر آليات وكانت داخلية أو الغيوة الخارجية التي تحمل السلاح لكن مع إصغاط النظام شعرنا الآن هناك تباين كبير في المواقف السياسية والساحة السياسية تحديدا كيف تقرأ هذه المؤشرات بدءا في هذه الحلقة والله هكذا الحرية يعني عندما تأتي موجة حرية واسعة الكل يحاول أن يعبر عن نفسه ويحاول أن يطرح طروحات مختلفة وليس هناك من بأس في ذلك ولكن الواجب علينا كلنا أن نتباحس ونتشاور ونصل إلى توافق وطني لأنه بغير التوافق الوطني لن يكون هناك استغرارا ولا سلاما ولا أمنا في السودان فهذه هي الآن واجبات المرحلة أنه على كل القوى الموجودة في السودان القوى السياسية القوى المجتمعية القوى السورية الغوى التي تتحدث باسم الثورة كلنا ينبغي الغوى العسكرية المجلس العسكري كلنا ينبغي أن نتوافق بعد تشاور وتباحث على مشروع وطني واحد وعلى مشروع نطراد عليه جميعا لأنه أصلا مشكلة السودان في كل عصوره هي مسألة الإخصاء ومسألة محاولات العزل يعني في كل فترة من فترات هناك فئة الدعبة أنها يعني الآن عندها القدح المعلن وبالتالي تحاول أن تستثل آخرين وتغصيهم حدث هذا في السنة 58 عندما حاولت بعض القوى أن تغصي بعض القوى الأخرى الذي حدث من سلمة السلقة إلى عبود واستمر ست سنوات جينا في الستينات عندما عزل الحزب الشيوعي ويئس من الديمقراطية بسبب العزل والإخصاء حزب الشيوعي مع القوى اليسارية دبرت انقلاب مانيو سنة 69 جينا بعد ذلك في الثمانينات عندما عزلت الجفهة الإسلامية القومية مع أسباب أخرى برضو إخصاء كان فيه تدخل قارجي كان فيه عسكر كان فيه قوى سياسية اشتركت في هذا العزل الإخصاء والذي حدث أنه جاء انقلاب سنة 89 فهكذا نحن ينبقى علينا جميعا أن نعي الدرس ونستفيد من الدروس التاريخ ونستفيد من العبرة التاريخية ونقدم جميعا على بناء سودان جديد يمكن إذا أردنا أن نحاسب إذا أردنا أن نحاسب من أجرم أو من قتل أو من سرق أو من أساء لا بأس العدالة وحكم القانون يسير دعني أشكر الأستاذ محمد ضياء أستاذ كما هو كان الاتفاق زيما ذكرت في حديثي على الهدف الأساسي إزالة هذا النظام الساحة السياسية الآن على سيولتها بالحديث الذي تفضل به ضيف إدريس سليمان هل ما يدور الآن في الرأينا السياسي هو بالحق مشفق والتي هي مسألة إلى حد ما ممكن توصف إنها الطبيعية بفعل التشكل الآن والرؤى المتبعين في الهدف الأساسي في أن يكون السلان به الحرية والعدالة كما رأت الشعارات من قبل طيب أنا حقيقة دائر أبداء من المقدمة في افتتاحية هذا البطمان وأعتقد أنها تتسوق بمشروع توافقي في إطاره العام لكن هي محاولة لتقدير يعني لخلط الأوراق وأنا حقيقة بصراحة أقول للمسيناس حذروني إنه مشي أحضر في هذا اللقاء في قناة الدرمان رقم إنه أنا شتركت في قناة الدرمان في أوقات سابقة وأخذت كثير جدا من الكلام التي كان مناهب للسياسات النظام في سابقة قبل أن تتحور القناة إلى بوك ناطق باسم النظام في فد الساق لا بد من أن أتحدث بوضوح شديد جدا مدام أنا موجود أتحدث بكامل الوضوح نحب خطر اكتداء الحديث عن إن الأحزاب السياسية وكلها يعني معنية بأن تتوافق حول رؤية سياسية في المرحلة الجاية أو كل الأحزاب السياسية كانت بثادي بإسقاط النظام الكلام ده فيه تعميم مقيد حقيقة هناك أحزاب كانت جزء من هذا النظام وظلت مشاركة مع هذا النظام وسقطت بسقوط النظام من ضمن خزب المؤتمر الشعبي وبالتالي الحديث عن إنه سناتي لازالك في التفاصيل لا أنا معاليش أن أتكلم الآن عن التعميم أنا أتكلم أنه لا بد من أن يكون واضح أن هذا التعميم مخل ولا يوضح الصورة بشكل جلي المؤتمر الشعبي وكثير من القوة السياسية التي كانت مشاركة للنظام حتى نصف الساعة الأخيرة لا يمكن أن تخرج الآن لتعلم أنها كانت تنادي بإسقاط النظام وإنها تنظر بالتأكيد أنا لا أبداعي يعني أنت لا كل الحقيقة لكن هذه هي وجهة نظر فلابد من أن نميز إنه كانت في أحزاب سياسية خرجت الناس ضدها الناس لم تخرج ضد المشروع خرجت ضد حكومة بمكوناتها إمرأة اتنين الآن مسألة التوافق السياسي ينبقي أن يتم على أسس تقوم على مساءلة كل الذين سأتي لهذا النغاد وتفصيل السيد محمد الآن نتحدث هل فعلا المزألة هي الآن مغلقة أو في إطار التحول للديمقراطي هي أمر طبيعي هي مغلقة طبعا للأطراف هي مغلقة للأطراف مغلقة للأطراف التي خرج الشعب ضدها الواقع مغلق بالنسبة لنا أننا لا بد من أن تكون هناك فعلا توافقات لأن تقوم على أسس جديدة من شأنها أن تضع الأمور على نصاب السياسي نعم سناتي إلى هذه السياسي هل ممكن نرجع للأخ محمد دي آياني؟ أنه هو ممبر موجود ضمن القوى والفعالية الموجودة في الساحة إذا تحدثنا عن ترتيبات الفترة الانتغالية هذه ويبقى الحديث المذكور سواء كان القوى السياسية التي وصفها بأنها سقطت مع النظام أو القوى السياسية المتمثلة في الحرية والتغيير أين موطئ قدم التجمعات المعنية؟ سواء كان تحدثنا عن اجتماع المدينة الدارفوري أو على شاكلته من منظومات اجتماعية أخرى؟ بسمنا الرحمن الرحيم واللهما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وسأهل الأجمعين طبعاً إسقاط النظام لم يكن وليد لحظة وإنما بدأ هذا الإسقاط أو هذه المحاولات منذ قيامة الانقلاب في درجات متفوتة بعض غوة سياسية صبرت وصبرت إلى أن سقط النظام وبعض غوة سياسية هي كانت مستولة على النظام انقلابي ثم ترجلت عن النظام وحاولت أن تكون جوزة من المنظومة التي أطاحت بالنظام وهناك حركات مسلحة في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وهناك وطنيون أيضاً جهاد مدني وأعتقد أنه الجميع مع عدل قلة ساهموا في هذا العمل الكبير والتغيير وبذلك أنا أعتقد أنه الاستحواز مشكلة كبيرة جداً الاستحواز مشكلة كبيرة جداً وأنا باتفك مع الأخ حسن في أنه الأحزاب ما بتقدرس يعني دقصاءات اللي حصلت كلها كانت نتيجتها دمار على الوطن وأنا أعتقد أنه نحن ما في لحظة مزايدات سياسية نحن عندنا مشكلة وطنية وأنا أعتقد أنه الأفضل هذه المزاكرة سنتركها من المشروع الانتخابي أما الآن البلد ليست على ما يرام وبالتالي يجب كلنا نشارك بأفكارنا بأراءنا حتى نستطيع أن نخرج من هذه الورطة نحن مقاقين فيها الآن البلد ما مرتاحة ولذلك إذا عدنا نتكلم الكلام السياسي والحزبي يعني مشكلة كبيرة جدا فأنا أعتقد حق ونفكر تفكير وطني أخلاقي لخارج البلد من الأزمة الهيثية وطبعا الأسوأ شيء هو للدعاءات أخواننا داري في السورة دي بعد ما انطلغت بأكثر من شهر لأنه تلاميذ المدارس الذين طلغوا في عطبرة ومعاونة هالي عطبرة أو في القضارف أو في الدمازين لم يكنوا أعضاء في إعلان الحرية والتعبير هذا وللتغيير هذا هذه مسألة مهمة جدا للتاريخ ينبغي أن تقاد المسألة الأخرى المؤتمر الشعبي شارط بمنهج للتغيير وشارط بحوار وطن اشتركت فيه عشرات الأحزاب من أجل التغيير وكان عنوانه التغيير وأساسه التغيير ونحن قلنا عايزين نعمل تغيير واتفقنا على التغيير لا يمكن إذا هو اتبع الطريقة الأخرى للتغيير أن يكون هو يعني أفضل مني ولا أحسن المؤتمر الشعبي عنده مجاهداته مجاريخه أستاذ محمد ضياء عندما كان مشترك معه في القوى الإجماع الوطني وعنده إسهاماته في خلق هذا النظام وأنا أقول لك لو ما مشاركة المؤتمر الشعبي ما كان استطاع هذا التجمع تجمع الحرية والتغيير أو غيره بغلب النظام نحن الذين كففنا يدى النظام ونحن الذين فرضنا الحرية ونحن الذين ندينا بالإدانات ونحن الذين قلنا كلام واضح جدا في كل هذه المسائل ساعدت الثورة على الاطلاق وساعدت الثورة على النجاح لا يمكن أن يدي حد أنه عنده سقوق غفرار أنه يحاسب هذا ويغفر لهذا لا نحن مستعدين نمش كلنا لمحكمة الشعب الشعب كلنا نخضع له في الانتخابات يستطيع الشعب أن يميز الخبيث من الطيب يستطيع الشعب أن يقول والله هذا مشارك وجزء من النظام ولن أقف معه وهذا صور قاد الثورة ونجح الثورة وأنا أعطيه صوت لكن ما تأخذ الأمور مغالبة نعم السيد محمد ربما يكون ستحدث عن أنه حتى الثورة هذه لم تكن هي نتاج أو نتاج الظرف الزمني محدد هي نتاج نتاج لعمل تراكمي كبير جدا قامت بها عدد من الغواء السياسية وبالتالي حتى البدايات الثورة معروفة أنها أسباب ودواعيها وأستاذ دريس ستحدث عن أنه عدد من الغواء السياسية رقبت في الثورة مؤخرا وحاولت تستحوز لك للفرصة في حاجات أنا محروض عليها سأخلي الحكم للمشاهد لكن حقيقة الثورة هي نتيجة التراكمات ساهمت فيها فعاليات كثيرة جدا وحزاب سياسية كثيرة جدا فيها من صعد وفيها من هبط وفيها من التقم عن النظام وفيها من شارك النظام في سلطة تجريعية وسلطة تنفيذية لكن عندما نتحدث عن سقوط النظام نتحدث عن سقوط النظام بمكوناته ومؤسساته والمشاركين هذه المكونات ومؤسساتها شاركت بفعلي تراكمي كما ذكر ضيفي أنا أتكلم الآن عن الشعب السوداني عندما خرج وأسقط هذا النظام أسقط النظام ليس المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني وشركائي وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزايد على أن الشعب السوداني عندما خرج خرج ضد المؤتمر الوطني ولم يخرج ومتغال الشعب السوداني هذا الشعب السوداني عندما خرج الآن عبر عن موقفه الذي أدى إلى إسقاط هذا النظام أسقط كل مؤسسات النظام والآن نحن نعمل من أجل تصفية هذه المؤسسات لأنه ليس المسألة هي أنه يعتقل عمر البشير أو عبيد من تركة النظام السابق وإنما إسقاط السياسات نحن نتكلم عن تفكيك البنية الاستدادية بتاعت النظام وبالتالي كلام عن الإقصاء وما الإقصاء من الأقصى الناس الأقصى الناس هو هناك فرق بين أنك تفكيك مؤسسات النظام وبين أنك تبعد قوة سياسية القوة السياسية التي شاركت في النظام أقصيت بفعل الثورة والثورة هي جزء من مؤسسات النظام تعني؟ جزء من مؤسسات النظام أي يوم من شارك مع النظام حتى سقط هذا النظام هو جزء من مؤسسات النظام هذا أمر بالنسبة لي أنا دا لا يحتاج للنقاش لذلك لما نقول نفكك البنية الاستدادية بتاعت النظام بناء عن كل مؤسسات النظام أما الكلام عن الإقصاء من المارس الإقصاء؟ الذي مارس الإقصاء هي الجبهة الإسلامية عندما قامت بإنقلابه في 1989 والمؤتمر الشعبي ما يحاكم الناس في الفترة الأخيرة من العمل للإنقلاب؟ لما نجي نحاسب الآن ونرجع لسنة 1989 من الذي قاد الإنقلاب ضد نظام شرعي منتخب؟ مشجبها الإسلامية بمكونات المطمر الوطني والشعبي؟ لين نحن بدأنا نتكلم الآن عن أنه نحن والله قدنا الحرية وعملنا واوة إلى آخرين؟ بذلك الأفيت للذين شاركوا في هذا النظام حتى صغط أن يعيدوا الاعتبار إلى مؤسساتهم وإلى أنفسهم بالاعتزار للشعب السوداني ويدينوا سلوكهم في المشاركة في السلطة حتى صغطت وعليهم أن يفتحوا فرص جديدة لنقاشات تبدأ مش بأنه نحن والله عملنا الحرية وإحنا ما عملت حرية حسنا الناس القاعدين في الاعتصام ده ما فيكم زول بقدرين مشي خاطب الاعتصام ده شبابنا قاعدين قاعدين وقاعدين يخاطبون ونحن الذين ساهمنا حتى شهداء هذه الثورة يا أخي محمد بياء نحن عندنا خمسة شهداء ورين البعث عندكم عندما نحاكم الحزب نحاكم مؤسسة كل إعلان نحاكم موقف الحزب المؤسسة ما تقاطعني لما نجي نحاسب موقف حزب منقول والله هذا الحزب موقفه السياسي واحد اثنين ثلاثة لكن إذا كان في أفراد من هذا الحزب أنا لا أدعي بأنه ما في أفراد من المؤتمر الشعبي شاركوا في طيب دعني دعني أن أقول السؤال لأستاذ إدريس سليمان لأستاذ إدريس أنتم في المؤتمر الشعبي لم تكون جزءا من الحراكة الشبابية لو سمحت بس أشمعت ما تبت أن أقول كلام أنا قدت الموقف بتاع الحزب بتعبر عنه مؤسسة الحزب أما مشاركة أفراد أما مشاركة أفراد ما هو موقفكم يا ساز إدريس من التولى إنه في جماعة بفتكروا أنه بدارين يقدون سقوك سقوك وفران شاركتوا ما شاركتوا نحن الشعب السوداني نحن متضرين للشعب السوداني أنا وإنت ننزل للشعب السوداني ما شاركتوا ما تتدرون يا أخي يا أخي والله أنا أتدر أنه بخايا النظام السابر النظام شاركت وجبت الغوانين المغيدة للحريات وفصلت السودان فصلت جنوب السودان وعملت كل هذه البلاوية التجمع الوطني الديمقراطي لحسن جزء منه في هذا الاعلان اعلان التغيير ما كنا معزولين في تلك الفترة عندما عملت هذه الغوانين المغيدة للحريات من اثنين الف وخمسة الى اثنين الف واحد اشتراكتو ما كنا .ما كنا واحد بعد سنوات اندا ألف اتناشر انتو اللي عملته القصه بتاع الفصل الجنوب انتو اللي عملته الغوانين اتو اللي عملته كل حادي خ ops مشاركين سيد ريس سيد محمد ريس أنت ماذا تقول الآن الحديث الآن عن القوى السياسية تحديدا أنا أتفق تماما مع الأخ محمد ضياء في وجوب تفكيك المؤسس هذا النظام هذا النظام باطش نظام ديكتوري نظام شمودي هذه المؤسسات غير وطنية غير أخلاقية غير دي هذا متفقنا عليه نحمر كلنا لتفكيك هذه المؤسسات هذه النقطة النقطة الثانية أعتقد أننا الآن نكتر السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله مرحبا معك دكتور محمد زكريا فرجالله الناطق الرسمي لجلحة الشعورية السودانية مرحب بكل ضيوف ومرحب بكل المشاهدين عليكم السلام أستاذ محمد زكريا مرحب بك ونحن في هذه الجلسة نتحدث عن الإمكانية التوافق السياسي بين الغواء السياسية تحديدا في مزالة الفترة الانتغالية دخولا إلى مرحلة الاستغرار وأنتم في الجفهة السورية الآن ربما كنت جزء من المكون الذي يحمل السلاح فمرحب بك نريد أن نسمع منك ماذا تقول فيما جرى في السودان من إطاحة بالنظام السابع والآن تخلقات لكسر جدا من الرؤى والأفكار بقرض تهيئة الفترة الانتغالية شكرا لك والتحية لتحيوفك الكرام والمشاهدي الفضائية الوضيئة والتحية عبركم أيضا للسورة السودانية المجيدة التي انتفرت على النظام الشمولي والتي لا تزال تدفع باتجاه تركيك الدولة السودانية وإعادة المشهد للوضع الديمقراطي وإحقاق الحق وإشاعة السلام وإحقاق العدالة الاجتماعية السودان الآن يمر بفترة تاريخية تكررت هذه السورة في 64 وفي 85 والآن في العام 2011 وفي 18 كأننا نرسل للعالم رسالة جديدة بأن الشعب السوداني هو ذات الشعب السوداني فتحية يستحقها كل الثوار تحية أيضا يستحقها أهلنا الذين قدموا الشهداء وقدموا بحايا وعانوا في سبيل هذه الثورة هذه الثورة هي ثورة تراكمية بدأت منذ الثلاثين من يونيو وحتى في 2003 وحتى في بيسم السمبر 2013 وكذلك استمرنا خلال فجرات التحشيز وتظاهرات المختلفة لتتوج بتظاهرات بيسمبر 2018 سيد محمد لو تسمعني أنتم جزء من الحركات المسلحة ربما تشكلونا في الجبهة الثورية نحن نريد أن نعرف موقف الحركات المسلحة تحديدة أنتم الجبهة الثورية جزء منها كيف طرون الآن الوقع السياسي والآن لم تكن هناك غيود موجودة حتى تأتوا وتكونوا مع الغيوة السياسية الموجودة والشعب السوداني من أجل هذا التحول أين مكانكم الآن؟ الحركات الحاملة لسلاح جزء أصحي من هذه الثورة الجماهيرية وأعلننا وقت إطلاق النار في أوقاتنا السابقة ودساتير الحركات المسلحة في مقدمتها حركة الجيش تحير السودان وحركة الجيش تحير السودان مجلس الانتقاء وحركة العديو المساواة وكثيرا من حركات الحاملة السلاح دساتيرها تنص على أن الوسيلة الأولى والوسيلة المسلحة لإحداث التغيير وإصلاف النظام هي عن طريق العمل المدني وكان أن أعلن وقت إطلاق النار وقدمنا عامل أن نفتق النظام عن طريق أدوات الفعل المدني وقلاصلنا وكنا قضورا في المشهد السياسي حتى وضعنا ذلك بتشكيل ما يسمى بنداء سودان التحالف الأكبر الآن في الساحة وأيضا دفعنا ورفاقنا في نداء السودان كي نطور شكل العلائق بين الكوى السياسية وأنسج هذا التواطل تحالف هو الحرية والتغيير أو إعلان هو الحرية والتغيير فالحركات المسلحة حاضرة في المشهد بجماهيرها أمام القيادة العامة وفي المدن المختلفة هذه البحاء الموجودين في طرفور وفي جبال النوبة وفي أنيل طيب أستاذ محمد اليوم كان لكم بيانة وأنتم تتحدثون عن أن الجبهة أولة الحرية والتغيير تحديدا تعاملت معكم بتجاوز المؤسسية في مزألة التقاة بالمجلس العسكري والتفاوض وخلافه ما الذي يعني غادكم أن تصروا هذا البيان بهذه اللغة وأنتم جزء من هذا الجسم المعني أو المعروف بالحرية والتغيير نداء السودان كما أثلت الجفة السورية مكون أساتي فيه ومعلوم أن تحالف هو الحرية والتغيير أو إعلام هو الحرية والتغيير تحالف تشكل مجنوعة من المكونات ضمنها نداء السودان وهناك تجاوزات أنا أقول هناك تجاوزات وبعض المشاطات التي نصفها نحن في الجفة السورية بخير المؤسسية معلوم أن الغرار يتخذ داخل منظومة داء السودان بالإجماع منذ تقوط النظام وتسارع الأحداث المشهد السياسي السوداني الطواصم أصبح جفه منقطع بين قوى نداء السودان في الداخل وموسلي رؤساء كتلا من نداء السودان في الخارج أيضا لم يعد بالإمكان عقدي الاجتماعات التي كانت وذعبت القوى نداء السودان تعقيدها بشكل راتب الطواصم ينحطر خلال الوسائط الضيقة ووسائط التواصل الاجتماعي حتى هذه لم تجد فتيلة سحينا جاهدا لأن نصح هذا الوضع المعيد وإصدرنا كذلك بيخلية يوم 13 أبريل نددنا بهذا الموقف كذلك استمر ولن يتم إصلاح الحال المائل وتم تجاوز وفد الجفهة الثورية أو تمثيل وفد الجفهة الثورية في الوفد الذي اتصل بالمجلس العسكري الانتقالي وبالتالي أيضا وضحنا أن هذا الوفد لا يمثلنا لأن قرار التمثيل والمشاورات التي سبقت ذلك والأوراق التي تم تبشيحها كل هذه لا تمثلنا ونحن نتحلل عنها لأنها لم يتم مشاوراتنا فيها كجفة ثورية وهذا موقفا هذا لا يعني أننا خارج مداء السودان نحن نجد أطئل مكوّل في مداء السودان نحن نلتزمون أيضا بمساق الفرية والتغيير ونطيل أن هناك سبايونات وتحدث وهذا وضع صديقي في إطار الممارسة الديمقراطية وهو أمر إن كان حقا مدعج ولكن ندعو الجميع في أن نقفز فوق هذه السبايونات ونأتف الممارسة الديمقراطية صحية تحفظ حقوق كافة أطراف لأن السودان الآن الذي نعيشه هو السودان الحرية وأن هذه الثورة نعتقد في المقام الأول هي حورة السلام فلا نزايد نقول أن تلك الجيهة قدم الشهداء أكثر من شهداء الدم واحد والنصف واحدة وقالية ولكن أنتم ترون الأزمة الآن الصحنة في دارفورد ولا زال الملايين في معذكرات النزوح يفترشون الأرض ويفحفون السماء ترون الأطفالنا ونساعنا في جبال النوبة لا زالوا في الكراكين ترون أهلنا جنين الأزرق وفي كل دقاء السودان في كوش لا تزال الأزمة طاحلة فبالتالي لكي نعبر عن هذه المكونات لابد من أن يكون هذا التمثيل تمثيل متناظم وما حق جلدك مثل زوفرك فنحن الأكثر قدرة على التعطير عن هذه القضايا ونعتقد ضرورة أن في الجبهة السورية في هذه الوقود يمثل ضمانة لعملية سياسية انتقالية راشدة حملنا سلاح دفاعا عن الظلم وتحقيقا للأهداف التي آمنا بها وقبل حتى ثورة ديسمبر أعلننا وقت إطلاق النار في باجل الحسن حتى نعطي مساحة للجهود السينية التي كانت قائمة وقتها وحتى أيضا نعطي مساحة للعمل المدني وآليات لأن النظام في أيام الأخيرة كان يتربط ويبحث عن مضرر ليغمع التظاهرات السينية فكان تمسكنا قويا بأن لابد من أن نلتزم بوقت إطلاق النار ونحن لازم نتمسكون بذلك وسنظل نتمسك بذلك رفعنا السلاح في وجه النظام الدكتاتوري النظام الشمولي المتواجدون الآن سواء كان في نداء السودان سواء كان في تحالف هو الحرية والتغيير سواء كان في قوة من تبع المدني نحن منهم وهم منا ليس هناك رجع بتاثا لحمل السلاح ولا نرفع السلاح في وجه أي من هذه المكونات وبالتالي هذه السورة بدأت في المية وستستمر في المية ونحن لدينا وسائلنا أيضا المدنية وسائلنا أيضا الديمقراطية في أن نتفع بانتجاح تحقيق أهدافنا والوصول للأشياء التي نبسخيها وبالتالي لا حديثة بعد اليوم عن معارك عن زراع السلح صحيح هناك ضرورة في أن تخاطف هذه القضايا من خلال اتفاق سلام في المرحلة الانتقالية يعالج الموضوعات وإفرازات المزاع المسلح وقضايا الجيوج وإعادة هيكلة الجيش السوداني والمؤسسات الأمنية وكذلك إدماج قوات هذه الحركات المختلفة القوات الأشراطية والعسكرية والرسمية لكن لا حديثة أبدا ولا نية ولا تفكير في أن يتم استخدام السلح بأي من المقونات سواء كان هذه المقونات مدنية أو سواء كان هذه المقونات عسكرية شكرا جزيلا أستاذ محمد زكريا الأمين الإعلام والناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية وتتحدثنا من لندن شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات التي تحدثت بها شكرا جزيلا أستاذ محمد أنا أتفك مع الأخ محمد ضياء وأكرر الكلام بوجوب تحطيم هذه المؤسسات الشمولية الديمقراطية القاتلة متفقا حاليا أستاذ تحدث عن تفكيك أحزاب لا لا أنا أتحدث عن مؤسسات النظام السابق ماذا نعني بهذه المؤسسات؟ المؤسسات الأمن والشرطة والجيش والمصادر الاقتصادية كل مؤسسة عليها شبهة يقبلت الحسن وتفكك وسائل الأفراثية يعني مش إلغائها ولكن تفكيكها ويعادة من كلكها من جديد ومتابعة لاسا المتهمين النقطة النقطة الثانية أنا بقول بكرر والكلام ده بقول للآخرين أيضا والله يا جماعة الآن ما وقت فتح الجراحات السياسية والمناقفات ده ما وقته أبدا أنا الآن متأسف جدا أول مرة أسمع كلام الشخص ده بأن ده ما قرأت ودي ظاهرة برضها ما حميدة إحنا في مرحلتنا دي إذا ما جبنا السلام يكون خسارة كبيرة جيت على السورة وإذا كان اللغة الآن بدت من أخوالنا في الجفة السورية في أنه في تظلم وفي الداخل في تظلم أنا أفتكر يا أخي محمد ضياء يجب أن نكون كبار والكبير كبير حتى لو أنت انتصرت حقوا تنظر للآخرين لأن الوطن بشيل الناس كلهم أنا بعد ذلك ده نقول ده نقول ده نقول أخلص النقطة دي بزاق أنا شايف أنه يا جماعة المجلس العسكري الانتغالي يده في النار يا جماعة شايفين صفوفة الوقود وشايفين صفوفة النقود وبكرة جاي رمضان والبلاوة كثيرة وبلد هشة الترف السياسي ده أنا ما شايف ما مرتفع تماما الآن ما يجعلنا نحس عن التوافق ذات لي أنا شايف أنه يا جماعة ضروري للتوافق السياسي الإقصاء ده جربناه في الستكتنات وفي التمانينات ونتيجة وخبار وفي كل مرحل تاريخ السودان المختلفة وكان النتيجة ما ممكن إحنا يعني ندعي كل شيء إحنا حدنا برانا الآخرين كلهم مشاركين لكن بدرجات متفاوتة وأنا والله أشيد بالشباب أنا أعتقد أن المرحلة الأخيرة نجح فيها الشباب اللي أجد فيه الكبار لأنه إحنا قمنا بمظاهرات فشنة وقمنا بحركات مسلحة فشنة وقمنا بانقلابات فشنة التكتيكة اللي تغير أخيرا ده حقه يشاد به وده ملك الشباب ده حقه طبن أحفوظه للشباب وليس لأي حزب آخر أستاذ محمد تحدثنا قبل قليل عن أو حدثت عن أن هناك الأحزاب التي كانت مشاركة كلها مفردا تسهب مع نظام هذا حديث دعني أكمل وربما يكون وصف للأستاذ الدريس أن هذا هو إقصاد صفة مباشرة للغوة السياسية التي كانت مشاركة الآن فصيل معكم أساسي هو الجبهة الثورية يتحدث عن أنكم أقصيتوه من اللجان الحوار التي نتحرك الآن وهو تحفظ على كل تحركاتكم الآن مع المجلس العسكري حتى ذكر أن الذين يوجدوا الآن في المجلس العسكري أو يتحاوروا مع المجلس العسكري لا يمثلينهم وبالتالي هناك أيضا ربما يكون رؤية أو مساحة إغصاء حتى للجبهة السورية أو حلفاءكم الموجودين في الحرية التغيير طيب أولا أنا لم أقول أن نقص حزب نعم المؤتمر الوطني بالنسبة للشعب السوداني توفي سياسيا المؤتمر الوطني المؤتمر الوطني توفي سياسيا لذلك أنا أبت على الآخرين الذين كانوا جزء من التشكيل الحكومية الساهمت في السلطة حتى نهاية عليهم أن يعملوا مراجعات حقيقية وما هي المراجعات؟ المراجعات تبدأ من عندهم أنا لست وصيا عليهم هل هذه المراجعات تمنعهم أن يكون جزء من التحاول والعبنية السياسية المدرية التغالية؟ لا نحاسب أصلا حتى أعضاء المؤتمر الوطني يجب أن لا تتم محاسبتهم على أساس انتماءهم للمؤتمر الوطني أو للحركة الإسلامية ما بنحارب الأفكار بإقصاء لكن الذين ارتكبوا الجرم بحق الشعب السوداني من مؤتمر وطني من غير مؤتمر وطني يجب أن يتم تقديمهم لمحاكمات أما مسألة مؤسسات المؤتمر الوطني لا بد من تفتيك هذا لا خلاف عليه يبدو يبدو لكن الكلام عن التوافق سنتوافق مع منه القوى السياسية الموجودة في السودان لا ليس القوى السياسية التي كانت جزء من النظام نحن نتوافق مع كل القوى الوطنية عشان المرحلة الانتقالية دي مرحلة حققودة القوى الوطنية الديمقراطية اللي أسقطت هذا النظام هذا النظام ويبقى ما أذكر أستاذ محمد عيسى هو ثورة أصغطة قام بها الشباب شارك فيها كل الشعب السوداني شارك فيها كل الأحزاب السياسية لا ما أقول الأحزاب طيب نظام المؤتمر الوطني نظام المؤتمر الوطني وشركائه وردفائه كويس عشان ما نكون أما الكلام عن مسألة الجفهة الثورية الجفهة الثورية جزء من مكونات نداء السودان نداء السودان جزء من مكونات قوى إعلانات الرئيسية والتقيير ممثلي نداء السودان في المجلس العام بتاع قوى الحرية والتقيير يفترض أن يكونوا ممثليين ممثليين لكل بيجي واحد مثلا منهم الواحد ده لا بد من أن يكون هو يعبر عن وجهة نظر القرم الموجود في وداية الشت تاني الجفهة الثورية مشاركة في اجتماعات قوى الحرية والتقيير وآخر اجتماع كان فيه 13 عضو من أعضاء الجفهة الثورية البيانة صدر اليوم أنا برد على البيان من خلال وضعي ووقع وانا ردت على الكلام نجمعي لك في الشت تاني تم تجاوز تمثيل الجفهة الثورية في نداء السودان لظروف ودواعي خاصة بالجفهة الثورية ولعدم تمكن قياداته من المشاركة لانه حتى الان لم يصدر يعني قرار باسقاط التهم الموجهة اليهم رغم ذا اعتمدنا ممثليهم في الداخل والديناوم ثلاثة فرص للتمثيل في المجلس في اللجنة اللي بتفاوض الشت تاني اللجنة هي ما بتمثل كل الأحزاب وكل المنظمات هي لجنة مكونة من مجموعة محدودة مرجعيتها هي المجلس وبالتالي الكفهة الثورية شريكة أصيلة في داخل هذا المجلس الذي يحاكم ويحدد وهي الآن تتحدث عن إغصام مباشر وواضح جدا أنا ما برد عليك على الوقايع أنا برد عليك على الوقايع تحدث بهذه اللغة أنا حاسة الآن برد عليهم برد بوقايع ما ساتف ممرة اتنين الجفهة الثورية الآن تدير حوار مع المجلس العسكري الانتقالي من خلال ممبر الإمارات منفصل عن الحرية والتغيير منفصل عن الحرية والتغيير وما ظن الكلام ده فيه إشكالية بالعكس أي فرصة تلداءها الجفة الثورية لتحقيق أهداف السلام في البلد نحن متفقين معه بس أنا جدي سؤال بس اعتراضي مجلس عياني جدا التفاوضة في إمارات ده طيب الآن نحن نتكلم عن تشكيل فقومة المجلس السيادي ومجلس هزارة ما هو موقع الحركات المسلحة أو في الجفة الثورية من هذه المؤسسات هل ننتظروا من حد ما يتفقوا يجونا ولا منشكل في غيابهم والهل بدونهم ومسلين أنا أعتقد عشان أكمل كلامي لأنه جونقران ما رفع عدو من تفاوضة إبريل إلا بعد ما تشكلنا كل مؤسساتنا وقال دي ما يتوب فذلك رفع عدو الوضع مختلف وتجربة لا بد من الاستفادة مننا والشيء اللي أقوله أنه الجفة الثورية جزء من مكونات نداء السودان لكن أيضا في حركات مسلحة لا موجودة في نداء السودان ولا موجودة في قوة إعلانات الرئيس والتخيير تم الاتصال بها عندهم بعض التحفظات وعندهم بعض القضايا الحركات الوقعة لالتفاقات أو لا زالت موجودة في القابة؟ لا للحركات خارجة وما مصير التي وقعت الاتفاق؟ لا جميع دفاني أن بعض الحركات المسلحة مصلاح حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد لا هي الجزء في نداء السودان ولا في قوة إعلان الفرية والتخيير مطلوب أن كل الحركات المسلحة تكون شريكة في عملية الحوار الجاري الآن وشريكة في ترتيبات المرحلة الانتقالية إذا بدأت في إشكالية في مسألة تمثيل في داخل قوة نداء السودان المسألة دية يجب مراجعتها في داخل نداء السودان بما يجعل الجفة الثورية مشاركة وافتكر فرصة متاحة أمام الجفة الثورية للمشاركة في قوة إعلان الفرية والتخيير لكن الكلام المهم الكلام المهم الذي قال الآن من رئيس اللجنة بتاعة الإعلام أستاذ محمد الكلام أنهما ما سيرجع لرفع السلاح وده مسألة مهمة وإنهم هم جزء من قوة إعلان الفرية والتخيير وده نقطة مهمة ده نقطة مهمة وبالتالي المسألة المطلوبة هي مسألة إجرائية مرتبطة بتمثيلهم بشكل يرضهم عنه تمثيلهم ضمن قوة إعلان الفرية والتخيير في التفاوض في التفاوض مع المجلس العسكري وصولاً إلى إيجاد مخرج لقضية الحرب والسلام لأنه بدون وصول لكن ما بشترك بالحكومة الجاية لا يشعر لماذا بدنا في المشاركة أستاذ إدريس هذه هي الإشكالية التي نتحدث عنها هذه هي الإشكالية التي نتحدث عنها إن أخوان هؤلاء حريفين في قصة الإقصاء وإبعاد الآخرين بما فيه الشركاء الآن الجفهة السورية فعلاً مستبعدة من الذي يدور الآن بواسطة حولها الإخوة في التحالف الفرية والتغيير لا يشاركون أنا متضامن جداً مع موقف الجفهة السورية ومتضامن مع موقف كل القوى السياسية لكنه أتحدث أن هناك الحركات المسلحة جملةً هي جزء من التحول الذي يجري بينما استدخل كيف أنا أكون جزء من التحرك؟ كيف أنا أكون جزء من التحرك؟ وهو قال أنا جزء من التحرك ولكن من تجي التفاوض تمشي تتفاوض بدوني ما تمثلني أصلاً وبعدين بإدعاءات مختلفة إنه والله ده بيتكلم هناك في الأمارات مبروك علي والأمارات قاعد في الأمارات مع الحكومة مع المجلس العسكري برسل الله بطريقته وأنا جزء من التحالف ليه ما أشركتني؟ ليه ما كان عندي ممثلين؟ ليه؟ ما هو دي السؤال يا أخواننا الإشكالية الأساسية الآن السودان ده وبنفتكر إنه والله كي 3-4-5 أعزاب فقط هي اللي بتمثلوا وهي اللي عملت التغيير بتكون دي إشكالية كبيرة جداً لأن حتى شركاهم شركاهم قالوا طلعوا بيانهم يعني ما ممكن يعني تجي تقول لي لا والله برر ما هتقدر تصطب برر لا سمكة في البر يعني جبكة صورية الآن أنا شرحت لك بل شرح أكومة طلعوا بيانية محمد بيان طلعوا قبل كده 3-4 مرات قالوا يا أخواننا هذا الوضع الذي يتفاوض مع المجلس العسكري لا يمسلنا بالرغم أننا أعضاه في نداء السودان ليه؟ لأننا لا موجودين هذه الإشكالية الأساسية حتى الجماعة هذه الموجودين حسنهم في مباناتهم ليس على قلب خلي الآخرين فإذا هو شركاء وعايز يبعدهم خلينا 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 أنه والله الناس الآخرين تبعدهم دم طريقة دم طريقة دم طريقة دم طريقة الإخصاء والاقتصناء والأخصاء والإخصاء الغوة سبباني هذه كلها الأحدثة مستوى غوة شير جاءت وقعت مع الحكومة كانت في حرب مع الحكومة وقعت مع الحكومة اتفاق بموجب هذا الاتفاق شركاء في الحكومة تيقول الله قوة الشرق دي كلها لأنه كانت في الحكومة الصدفة أنا ما بمثل الغرب حركات دارفور اللي جاءت وقعت في اتفاقية الدوحة جزء كانت من الحرب جاءت وقعت وكانت يعني متميزة جدا ومتميزة عن النظام وجاءت وقعت ودخلت مشاركة تيقول أنا بس تسنيها لأنه هي شاركت مع النظام جاءت وقعت نظام قام على رأسها سورة قام على رأسها دعني أترك حركات المسلحة دعني أترك الحركات المسلحة السودان كله بيتطلعه سيد ريس السودان ده كله كان طالع السودان ده كله كان طالع سيد محمد لحظة المؤتمر الوطني ده حول السودان ده كله لمزرعة تابعة للمؤتمر الوطني الإقصاد هو كممارس وإن أنه يستعمل الوطني نحن معه ناقوم على المؤتمر الوطني إذا كنت أدل بأن يكون الناس قام على المؤتمر الوطني لأنه يستعمل المؤتمر الوطني دعني أبعد الناس سيد ريس سيد ريس سيد ريس دعني أتركز عليها السيد محمد يتحدث عنه الحركات المسلحة هي جزء من التحول الديمقراطي وجزء من أن تبحث الفترة الانتغالية سبت هذا الحق بكلام؟ 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 بالفعل لا لكن خلاف لكن دعني دعني أتحدث عن أنا أتحدث عن موغفكم إنتوا كأحزاب سياسية وإنتوا كمؤتمر الشعبي الآن بهذه اللغة أنتم خارج العملية الانتغالية خالص بحكمكم جزء من النظام السابق طبعا لن نقبل ذلك لن نقبل ذلك نحن هو موجود في الساحة وحظل تقول وحظل تتكلم وحظل تدعو لي ما تدعو لي ما في ذلك منع مؤتمر الشعبي من أن يتكلم ولا من أن يوارف حاول تاتل حجر الانتغالية يقول جزء من ترتباط المحلة الانتغالية فهذا أمر أنا أحمد محمد لا زال ما قبت على سؤال أنا طرحت بموضوع الحركات المسلحة المهجفة السورية أو غير ذلك وأنا استشتبه ناحية تاريخية في أنه جون قرن لما شعب قال لي ما يتوب ما يتوب طيب الآن عندنا يعني حلين صعبين إذا انتظرنا الحركات دي عشان تجينا من الإمارات باتفاق الزمن حيطول والآن قضع مش مريح وإذا تم التشكيل تجاوزة بدون مشكلة ثانية أنا أفتكر أنه لا بد أن نبحث عن حلول برضاء الأطراف ممكن هم يتفاوض لأنه الآن التفاوض في ترتباط أمنية وفي لجانة سياسية وفي تقاس وصرر وسلطة يعني ما أقل من الدوحة بكثير لذلك أنا أعتقد أنت أما مشكلة دي واحد اتنين تداركنا هذه المشكلة تداركنا هذه المشكلة نرجع للعجابة ما تبني يعني تقديراتك على معلومة ما صحية نعم ممكن تتعيير نحن تداركنا هذا الأمر ووضع في الاعتبار أن الحركات المسلحة إذا لم تلتحق بالحوار الجاري الآن ضمن ترتباط المرحلة الانتقالية يحفظ للحركات المسلحة حقها في كل التشكيلات الثلاثة في السلطة السيادية في السلطة التشريعية وفي السلطة التبجيبية هذا يعني لكن أنا لابد أجابك لأنه هم مشكلتهم عصر عبدالله حد محمد نور ما جزء منكم سمعته أنا بيقول أنا رفضت أسلوب المقتمر الوطني اللي أبصم والإخوة في الوحدة والتغيير والحرية والتغيير قال لي ما تغير شوله لذا كان رفض ما تكلامه تكلامه أنا الحرية والتغيير مفتوح لا لا مفتوح لكن هو هو بتتكلم عنه أنت تدوه بروبوزل عشان هو يدخل ومرك في الكلام ويوعد ذاكي يكون جزء أنت طبعا عملتوا حاجة نهائيا يعني معلش ده كلامه طيب 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 حضرنا ننتقل من هذه المرحلة يبدو أن هناك حديث على الآن رغم الاختلاف في وشارة النظر عن أنه القيوة السياسية جزء ما جزء ما من هذه المزألة ربما يكون محتاجة إلى حوار كثير على الأقل حتى يكون هناك فعلا توافق السياسي الذي نبحث فيه نحن ننتقل من النقطة إلى نقاط عملية بغض النظر عن الموقف بتاع القوة السياسية الموجودة الآن وبعد ذلك لو في أي تقاطعات ممكن نسمع دعو سيد إدريس المجلس العسكري في كل مراحل منذ الفترة الأولى الأول البيانة الأول سمومورون بالبيانة الثانية وحتى هذه اللحظة يتحدث عن فترة انتقالية طرح فيها عامين أنتو في المؤتمر الشعبي تحدث الأمين العام دكتور عالي الحاج عن أنه فقط تطرح عام واحد الحرية والتغيير نفسها تطرح أربع أعوام في إطار الفترة الانتقالية دعنا نتحدث عن أنه هل يمكن إذا ما توافقنا في كل هذه المسائل كيف ننظر لهذا التباين في السنين وتحديدا على الرغم أنه في تاريخ السودان هناك أم في الواضحة تجاربنا في تاريخ السودان كله أنه الفترة الانتقالية عام اللي هو في أكتوبر كانت عام في مايو كانت عام الآن يمكن أن تكون عام ما شايفين حتى الاختراحة اللي اخترحوا المجلس الأسكري أنه القصة دي تكون أخصاها سنتين ما شايفين لها مبرر طبعا بالنسبة للاختراح بتاع إعلان الحرية والتغيير ده مبالغ فيه إنت عايز تحكم السودان ده أربع سنوات اللي هو عدة انتخابية كاملة نحن لو عملنا انتخابات الانتخابات بيكون أربع خمسة سنوات الدورة الانتخابية أربع سنوات تحكم السودان بدون تفوض من الشعب السوداني بالإدعى بس إن والله الشعب السوداني أنا بمثله وأنا بأتكلم عنه وأنا أبوه وأنا وصي عنه ما بجوز نمشي للشعب كلنا الشعب يفوض من يشاء الإنسان اللي بفوض الشعب أو هو اللي بتفوض الشعب يجي يعمل ما يشاء لأنه بيكون عنده برنامج طرح للشعب الشعب اقتنع بهذا البرنامج يفوضوا بموجب هذا الاختناع بيجي يحكم نحن نبحث الآن أنه سوز عن الوسائل التي توصلها حتى الشعب نحن مع سنة واحدة نحن مع سنة واحدة بنعتكر سنة واحدة التكفي كلنا نمشي للشعب السوداني يحكم هو الخبيث والطيب والطالح والصالح والكويس والبطال والبرنامج كويس والبرنامج ما كويس والداري فاكفي كالدولة السودانية والداري فاكفي كأجهزة المؤتمر وطني كلنا نمشي له هناك يدينا تفويض نجي نعمل الحاجة الدين نعمل سوز محمد أربع سنوات أين تحكم السودان بطفويض انتخابي دون تفويض شعب؟ تعرف المفارقة أنه هذه الوسيقة وسيقة الإعلان الدستوري ووسيقة البديل الديمقراطي موقع عليها المؤتمر الشعب عندما كان جزء من الكوينات قوى الإدماع الوطني وهذه الوسيقة تتحدث عن فترة انتقالية مدة أربع سنوات المؤتمر الشعبي اختلفنا في دي واختلفنا في الدستور عفوا الوسيقة موقع عليها ولا تحتاج عن الانتقالية الآن بيقى ترؤية جديدة أنا حزب ما أعلمه حتى في ورقة البديل الديمقراطي حزب ما أعلمه أن هناك غضايا ربما يكون فيها اختلاف بينكم والمؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبي موقع على هذه الوسيقة لم نوقع على أربع سنوات أصلا في كل تاريخنا مع قوة الإجماعة الوطنية لم نوقع على أربع سنوات طيب الوسيقة موجودة كلنا نحن نتحدث الوسيقة موجودة والمؤتمرين موجودين فيها المهم الآن هي المسألة ليس مسألة سنة أو سنتين أو ثلاثة ليه دارين دارين سنة ولين نحن دارين أربع سنوات عندما نقول أربع سنوات دارين نتدارك السلبيات التي حصلت خلالها نطلع فاصل السمون واصل عزران عدنا من جديد أعزائي المشاهدين ونواصل منقطع من حديث أستاذ محمد كنا نتحدث عن أنكم في الحرية والتغيير تطرحون خطرة زمنية مدىها أربع سنوات في الوقت الذي فيه المؤتمر الشعبي يطرح سنة المجلس الابتقالي سنتين فنريد لماذا أربع سنوات الفكرة هي أننا نحن عاوزين نستفيد من الأخطار بتاعت التجار والسابقة في مرحلة ما بعد أكتوبر ومرحلة ما بعد مايو الفكرة أنه نحن محتاجين تحت الصفة الوطن دون اللجوء إلى رؤية لتعبر عن الحزاب بمختلف اتجاهاتها من أقصر يمين إلى أقصر يسار إلى توافق حول إدارة مرحلة انتقالية تؤسس لتجاوزات كبيرة في الإشكالات الحقيقية التي يعني بدأت منذ الاستقلال في 56 نعم لذلك نفكر أنه قضية الحرب والسلام بكل تدعيات إنسانية تحتاج حاجة لوقت عشان ندر نصل فيه لأنه قضية المفتاحية لحل بقية الإشكالات التي ورسناها من النظام السابق سياسية وقتصادية اجتماعية تتوقف على قضية الحرب والسلام نمر اتنين هناك قضايا لا بد من مناقشة والتوافق حولها هي القضايا الخلافية اللي مفترض أن تناقش في المؤتمر الدستوري قضايا الهوية قضايا الحرب والسلام قضايا الحكم وخلافه من القضايا أيضا هناك قضايا الأزمة الاقتصادية والإشكالات المترتبة عليها نعم وإنعكاس على الواقع المعيشة للناس يجب تحتاج حقيقة لرؤية استراتيجية لكيفية تجاوز هذه الأزمة بالإضافة إلى القضايا الدستورية نحن معنيين خلال المرحلة الانتقالية باستبتاء الشعب السوداني حول دستور دائم يعني يحكم السودان وأيضا محتاجين أنه نضع دستور نضع قانون انتخابات يقوم على قاعدة التمثيل النزدي في نهاية المرحلة الانتقالية تجرى انتخابات قرى ديمقاطية دائرين نتفق على أسس لأنه بعد الأربع سنوات البيجي يحكم السودان بيجي بإرادة شعب السودان بدستور متفق عليه بدولة تكون على الأقل وطدت الأسس الحقيقية لعملية الانتقال السياسي ولبناء دولة القانون التي يحس فيها كل مواطن بأنه مواطن درجة طيب أستاذ أبو حمد دياب كل الذي ذكرته ممكن أن يتم في فترة أقل من الأربع سنوات سنة سنة ونص سنة دي ممكن أن يكون كافية جدا ما اخترنا أربع سنوات دي نعم يعني لأي سبب قير إنه أنه إحنا محتاجين خلال الأربع سنوات دي إنه نشارك كلنا مع بعض حركات المسلحة بما فيها كل الأحزاب الموقع على إعلان الفرية والتغيير كلنا متفقين إنه هذه الإجراءات تحتاج لفترة زمنية وبالتالي هذه الفترة الزمنية يفترض أنها تقوم هي مرحلة تحول مش من نظام لنظام مرحلة تحول في تاريخ السودان يؤسس لمرحلة جديدة دي البرنامج بتاعه ممكن أنا أعمل لك برنامج على قدر المرحلة لكن إحنا محتاجين الآن على البرنامج طيب دي رؤية الحرية والتغيير ورؤية المؤتمر الشعبي ماذا عن المؤتمر المجتمع الدارفوري المنظمات المجتمع المدني الشعب السوداني أنا أولا حقيقة أخ محمد ما أجاب السؤال قبل ما أعلق على الموضوع عن الفترة الانتقالية أنا عقلية الحركات المتحدة أحباب هامر حكاية نخلي لهم ونديهم لي قاومة الحروب دي كلها اللغة دي ما محترمة كانت إذا كان ما وصلوا للاتفاق نخلل لهم نفاج في المجز السيادي وفي المجزة الوزر لا لا لغة إقصائية يعني مش لغة اللغة لغة هيمنة هي هيمة المركز المرفوضة أصلا وإذا كنتوا خياراتهم صعبة جدا أخوالنا في كوريوة تغيير خياركم الأول المجلس العسكري الانتقالي ما على قلب شخص واحد ما نقول قلب والرجل أقول شخص واحد على قلب واحد شخص واحد النقطة الثانية عندكم مشكلة مع الحزاب الأساسي السياسية الثانية المشكلة الثالثة مع الحركات المسلحة المشكلة الرغعة مع الميدان المقتنق الآن ده وإنتم ذلك حق التفكير يكون أوسع من الطريقة أنا شايف خياركم واحد يا إما الوضع الانتقالي وكلاء الوزارات والمجلس الانتقالي يمشي الأمور لحد ما نازل يتبقوا في الإمارات ولغيرها ويجي يدخلوا معاكم في النظام السياسي الجديد أو تشكل الحكومة بما فيها المجلس السيادي بالشرق متى ما وقع تحركات الاتفاق تحل هذه الحكومة عشان الناس يشاركوا من جديد طيب أنت محمد لماذا لم تكن غلق على إقصال أحزاب السياسية الموجودة وانت غلق على الحركات المسلحة لأننا حامل السلاح لأننا أتفق معكم بالصراحة مش لأنه دين أهم من دين بس لأنه تشويلة البندقية عشان تحارف الحركات بما فيها الأرواح بما فيها المجتمع الدولي مشكلة كبيرة ماذا لو خرجت أحزاب موجودة وحملت السلاح ونصبح الحركات المسلحة المدينة نحن 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 نحذر من ذلك النقطة الثانية تكنقراب حقيقية واستقلين تماماً والله البلد تستاهل أكتم أربع سنوات الآن بلد متهدمة بلد ممتهية لكن للأسف أنا أقول كرام كل ما أخشاه أن هناك تسلق سياسي خلف الأربع سنوات لأحزاب بعينها وكما عندنا الأحزاب سلعلى في الفترات الشمولية أيضاً هناك أحزاب سلعلى في الفترات الانتقالية لأنه عارف ما عنده حصات انتخاب المستقبل عشان كده عايز تعمل برامج وكونا في الانتقالية دارين أعطي دستور كامل أصوات محمد يضع دستور كامل تعملوا كل برامجكم ودارين تبنوا أحزابكم من خلال سترة يعني أخي أخوض يعني أخونا محمد أنا أكشف مخابي ويعمل دستور كامل في الأربع سنوات لا لا هذا كلامه تحدثنا أصوات عن دستور دستور انتقالي أي فترة انتقالية بيكون عندها دستور انتقالي وهذا دستور يوضع في المرحلة الانتقالية طب هذا دستور ما بيوضع الدستور بيضع الشعب السوداني متى؟ في المرحلة الانتقالية باستفتاء في المرحلة الانتقالية؟ في المرحلة لا دا اسمه إعلان إعلان دستور الانتقالي أما تتكلم عن الدستور الدائم في المرحلة الانتقالية؟ حدير الدولة بعد المرحلة الانتقالية بيأتي دستور في دستور موقتة؟ ما لازم يكون في دستور دائم؟ هل حكومة انتغالية ام حكومة منتخبة من الشعر ياخي 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 فالحزاب السلع العية في الفترات الشمولية هي نفسها في احزاب السلع العية عشان ما عندها منقصاد انتخابي في المستقبل وعايز نفذ براميجها كلها في فتر الانتخابي عشان جيدة اربعة سلع لكن لو حكومة تكنولات حقيقية مستقلة انا بقيت اربعة سلع انتم تعملون يا سيد محمد على حكومة غنقراط ولدين تجي نفسكم عشان تستغيل الفترة بتاعة أربعة سنوات تبنوا احزابكم الفترة الانتقالية تقود القوى الوطنية الديمقراطية باحزاب وحركات المسلحة وبتمثيل للشباب وللمرأة القوى التي انجزت الحراك وانجزت اسقاط النظام هي المعنية حكومة محاصصة حزبية يا سيدي انا لم اقول محاصصة حزبية انا اتكلمت عن القوى الوطنية الشرعية السورية هي التي تقود المرحلة الانتقالية احزاب سياسية ممكن تأتي للتكوين بتاعة فترة الانتقالية محاصصة بينها بين الحركات المسلحة وبين الحركات المسلحة وبين الشباب وبين كل القوى التي اسقطت النظام بما فيها القوى المدنية هذا كلام واضح ومعلن وقوى الحرية وتغيرها تتكون من شنو؟ تتكون من جمعيات خيرية تتكون من أحزاب وحركات مسلحة وتنظيمات مدنية وقوى نقابية وهي من حقها أن تحكم السودان بأربع سنوات في فترة انتغالية لأن النظام السابق حكم السودان بانقلام عسكري 30 سنة ما قادرين تقولوا أنكم أنتم ما قادرين تعملوا أربع سنوات عشان تتحقق السودريس بقوى سياسية ما قادرين تصدقها تصدقها أربع سنوات على الحرية والتغيير عشان ما تنفذ برامجة وتنتغل معكم بعد ذلك الانتخابات حرة ونزيلها الثورات بتقوم لرد الصرفة للشعب الشعب السودان ده شعب أبي وعاقل وحكيم ووزكي ولماع وعبقري عشان كده أصغط النظام عشان كده أصغط النظام ما عايز أبوه من أحد والله وصايا من أحد أخوانا ده ده نبقى عوصية على الشعب السوداني ربوه يحرحلوا ليه كل المشاكل وبعدين تجي الحكومة الانتخاب اللي هو المنتخل يعطي له الدستور وهي يقول له الانتخابات ويقول لحاجاته جاهزة يا أخوانا الشعب السوداني هو الذي ينبقي أن يختار الحكومة التي تعمل تغيير الأساسي في كل السودان وبنوجب برنامج وبنوجب تفويت شعبي ما يجو لي ثلاثة أربعة خمسة تنفار يدعوا أنهم مسلوا الشعب السوداني ويدعوا أنهم عندهم شرعية سورية ويدعوا أنهم هم منه ما هو حزب البعث والشيوعي وثلاثة أربعة أحزاب يجي يقول معقول يا أخوانا معقولة أنه ده كلهم بمثلهم السورة السورة القانبية الشعب السوداني في كل مدنه وفي كل أنحاء السودان هم بس بمثلوه عشان كده يقعدوا أربعة سنوات يحكموا بدون تفويت من الشعب السوداني عشان هم يعملوا برنامجهم ويعملوا دستورهم للشعب السوداني طيب الشعب السوداني ده منتخب ناسه عشان يعملوا شنوه الشعب السوداني انتخب القوى الوطنية التي قادت هذا الحراك ونظمته بتوقيتات وكنا بنقول للناس الشرعية الشارع الذي أسقط هذا النظام والشرعية هي التي ما دي شرعية مدعاء يا أخوانا دي شرعية مدعاء الثورة عمل الشعب السوداني عمله الشباب والآن الشباب الموجود شارك فيه أهلا وسهلا مبروك الشعب السوداني لا أنتو عزين أبو الشعب السوداني أنتو حسنا وصيا على الشعب السوداني عزين تعملوا كل حالة نيابة على الشعب السوداني نحن عزين للشعب السوداني نحن نلقود من الحراك نمشي للشرعات نعمشي للشعب السوداني نعمشي للشعب السوداني اللهم اعمجون تفتحك منه محمد الميدان لستفجر الأيدلي Saad الغيادة أو الميدان لا يمثل الشعب السوداني الذي يمكن الميح السوداني هم الذين لا يمثلون الميدان الميدان كل شباب ده الشعب السوداني لكن هم حسن مدعين انهم اصلاوه احنا بيمثل حسن على الليلة الليلة دي اتفقنا مع المجلس العسكري في انه نمر القطار والمجلس العسكري لما انجاء ما مش اتفق مع القوة السياسية التانية اتفق مع منو مع الحرية والتغيير قالوا القطار لا بد من انه يمر لانه بيحمل بضاعي للولايات مش اتفق مع منو اتفق مع والحرية التغيير يا شباب القطر يمر طوال يا شباب القطر مرة كويس يفتح وكبري يعني الشباب هم الحرية والتغيير هم البعث والسسمشيور خلي شبابك يمشي قعده خلي ما يجي قعدо خلي إنتا لا تقولا يا دي شبابك وما شبابك י�أش ب alcista يا اخوانا ده الشباب ده الشباب السلطان مجرية والتغيير الحرية والتغيير الحساب محددة هي تقولت في حجمها المحدد هي التي تقولها هؤلاء المحدد أما ما تدعي لي أنك هي الثورة وهي الشعاب السلطاني كل اللذين قادم تجوز وقادر الشعب السوداني والشعب السوداني هو صاحب هذه الثورة ليس حزب محدد معين ما قلنا حزب معين ما هي الآلية التي يمكن أن يتخذ الشعب السوداني حتى يصنع من يتحدثون باسمه إذا كانت تحدثنا الآن أستاذ محمد ضياء يتحدث عنه أن الآلية السلطة بتاعة البلد الآن هي بيد الحرية والتغيير ما قلت بيد الحرية والتغيير هي المفاوضة تحدثت عنه هي الآن بدون المرحلة هي معنية بإدارة المرحلة لم أقل بأنها بتمثل كل الشعب السوداني معنية بإدارة المرحلة أنا تحدث سالتك بيل عن أن المجتمع المدني الدارفوري والمنظمات والجماعات الموجودة والمشاركة ما هي أحزاب سياسية هل تتفق مع هذه الرؤية سواء كان إنها أربع سنوات أو سواء كان إنه هذه الجهة هي التي من حق أن تنظم الفترة الانتغانية طبعا قبل ما أجاب على هذا السؤال أنا والله أشفق على الشباب والله أنا أشفق على الشباب شفقة كبيرة جدا لأنه هؤلاء الشباب هم الذين ماتوا أنا ما بقيت لي واحد منه كمه أربعين سنة مات في أطناهي من سنبل حتى النجاح ما شبت واحد أبدا الناس اللي ماتوا هم شباب وأنا أعتقد أنه النصر للشباب لكن والله سرقت الثورة أنا الآن شتابعين أنا أعتقد أن بالطريقة دي الشباب دي حيكون ضحايا ماذا الذي سرغ الثورة أو يسرغ الثورة؟ سرغوا بعض الحزاب والسطلع العية واضح جدا اللغة دي لغة ما لغة بتاعة ناس دي حلوش كأن الوطن كامل دي لغة خطيرة جدا ده إقصاء ما طبيعي ولذلك أنا أعتقد أنه الكلام يكون محمد ديابد بحرية سنعمل يا سيدي على إقصاء كل الذين ارتكبوا جنب حق الشعب السوداني وسنقدمهم للمحاكم جدا نقدمهم للمحاكم جدا نحن نتفق معاكم ونحن ذاتنا نعمل من الجماعة اللي اشتركوا في النظام دي على طول والعمل ماي والعمل الغلال 58 كلنا يحاسب بحق هذا الشعب يحاسب يحاسب ولو بقول كله يحاسب أي زول ارتكب جرب بحق الشعب السوداني من الانكلام على نظام بمخاطئ وقدم المحاسب طيب سيد نحمد سيدنا حمد أدي فرصة كاملة حليسة سيدنا حمد لا تبني حيثيات على رموة حقيقة سيدنا حمد أنا لم أقل أقصي طيب نقصي فقط واضح واضح سيدنا حمد سيدنا حمد أنا هالأقول أنه الشباب هو اللي غير كل التكتيكات القديمة في صراعنا معه الجزام الإنقاذ نعم دي حقيقة وكسر الحاجز النفسي من الخوف. وفي ذلك والله انا اشهد بحزب الحزب السوداني مؤتمر السوداني. مؤتمر السوداني. اشهد بالاخوان الباحثين. حقيقة في فترة من فترات جاء وهو النظام. دي ما فيه كلام. لكن ما تسقط انت كل الناس اللي جاهدوا قبلك. يعني اتكلم عن مؤتمر الشعبي. مؤتمر الشعبي ده افرض الزول مبارك كان كافر. اليوم انا بقيت مسلم. بتقول لي لا ترجع كافر. لا يقول. يقول لنا اصلا. قال لي يقول لنا اصلا. يقول لنا السوداني. انا مشكلين بتثورة. انا اول بترفع هذه الشعارات الكرة والسلام والعزب. انا والله انتكلم لحقائل. انا افتكر انه يا جماعة هذه النجاحات بنسبة التفاوتة من تسعة وتنهاية. تراكمية. تراكمية بنسبة مفافية اشرين في المية واحد بكمسين في المية واحد با اشرة في المية واحد في المية دي بتايب عادين في المشروع الانتخابي. لانه أنا الشعب داس أما يجلب شعور الشقاية ما بخليه حقول لي أنت قبل الحكومة وإنت أجدت التمكين وإنت اللي عملت القبلية وهكذا وهكذا هو حيدافع عن نفسه أنا حقول للبعثين أنتم ما دموقراطين أصلا ما في حسين دموقراطي في الدولة لا في شعور دموقراطي أصلا ولذلك أعتقد أنه ولذلك أعتقد أنه أنا بقول أنا بقول المزاياة السياسية بتضر الشباب وبتضر الوطن وبتضر المجتمع كله لأن الميدان ده هش أنا أعتقد أن إخوتنا بالحرية التغير اتجاوزوا شوية ما في اثنين ثلاثة يعني أنا أقول له يعني عليكم لهم ما ممكن أنت إبراهيم بستنوسي لحد مبارع عندما على البشير وبكري يحضر مؤتمر الشعبي يقعد يقول أنا مع السورة ما بتبقى بل ما بتبقى بل ما بتبقى إبراهيم بستنوسي كفرت لإبراهيم بستنوسي كتنظيم أنت تعني من يا سيد الحرية دي في حرية في حرية في حرية زكر زكر يقولوا يقولوا يدارت يقولوا الشعبي يحكم ما أنا عايز زون إيش اللي هو يبقى هو بيقسم في السقوة هو يحكم يقدعي أنه أنا بزر دار أقول لك حاجة لما عملت الإنقلاع في 89 مش دقيت الأحزاب وصادرت ممتلكاته ودخلتم الاعتقال وصادرت ممتلكات الحركة النقابية ودخلتم الاعتقال وجينا بعد ذلك اعتذرنا وغوامنا هذا النظام وخلخلناه ودحت ما صدر نحن خلخلناه وما أنتم للأسف للأسف سوء الخاتمة هي التي ستحكم على الشعب على مطور الشعب دع الشعب يحكم دع الشعب يحكم سوز والله والله لو ما الشعب ودور الشعبي ما كانت هذه السورة تنجح سوز إدريس يبدو أنه المنطق منطقة القوة الحرية والتغيير منطقة الثورة لحظة سوز ما حقونه ما حقينه دعني دعني أكمل أساس سمعت بواحد من الناس الحرية والتغيير دير استشهد سمعت بواحد جوري دعني أكمل دعني أكمل يتكئ هذا التجمع على شرعية الميدان على الشرعية الموجودة الآن في القيادة إذا أريدتم أن تتحركوا بهذا المنطقة أنتم محتاجين إلى قوة هل هذا نحن موجودين في الميدان نحن مشاركين الآن في الميدان شبابنا في الميدان أنا حيي شباب الموطمر الشعبي الموجودين في الميدان هي شباب في الموطمر الشعبي في الميدان أحيي شباب الموطمر الشعبي وأنا حضرت الموطمر بتاع الطلاب بتاع الموطمر الشعبي في وجود الراحل Lotsm said تثبت للموطمر الشعبي حقه طلابه بقوعده في الميدان وتمكن عليه الفعل السياسي في إطار الفترة الانتغالية لأن الأحزاب تحاسب مش بموقف وما زنبى الذين خرجوا هؤلاء لهم شرعية أيضا أتمن لك أنا لمن أي حاسب أي حزب بحاسبه بموقف المعلمة المؤتمر الشعبي لا أحد يستطيع ولا المؤتمر الشعبي ينكر أنه كان جده من هذا النظام إلى أن صفت معروف ما في زوالحب ينكر أن المؤتمر الشعبي في تغيير النظام كأفراد كمؤسسة تحدثنا عن حق الجماعة في التظاهر حميناهم من الضرب حميناهم من العنف حميناهم من القتل وهل هذا فعل تراكمي ومشاركة في إطار السلوان كيفنا المعلنة دي مش هي اللي قبضت على النظام إنه ما يستعمل قوة تجاهلهم أنا عايد أقول ما هو يماع اللوم السياسي ده مقبول لكن ما يكون هذا هو موقف سياسي مسبق أنا ما قلت أخواني هذا الشعبي لآخر اللحظة كانوا في الحقوبة ده حقيقة وتاني يوم قالوا مع السورة لكن ده ما معناه أنه سحرية تغيير هم كانوا يوم من الأيام برضو جزء من المنقاس يعني انتفاقية نفاشة أددتكم حق تخشوا المجلس للوطن من 2005 2011 الحزب الوحيد في تقديره على الإطلاق اللي ما دخل في النظام النهاية وحزب الأمة وعمل تراضي وطني وعمل اتفاديات وعمل ميات شغل حيث ببعث لم يجلس مع هذا النظام لعلمك ولم نتفاوض مع هذا النظام ولم نشارك هذا النظام كنت في الإجماع الوطني كنت في الإجماع الوطني من 1991 بعد حركة 28 رمضان خرجنا من التجمع الوطني ولم نشارك كحزب بعث كحزب بعث وقال الحزب الأمة أنا دار سبت له إن حزب البعث لم يشارك ولم يجلس ولم يحاور ولم يشارك في أي سلطة من السلطات ممتاز مقبولة مقبولة جدا فأنا دا أقول نحن نتنازل معه هل تتنازل في الحق يا أستاذ نتنازل في الحق في الحق تتنازل لأنه إنت لو تنازلت لأخوك من حقك يعني تتنازل لأخوك عشان تمشوا لقدامه لأنه بلدي هشه إذا إنتم تكلم باللغة الإقصائية دي هو دا والآخر نتعارف في الميري دا كما نستقب نحن من الأقطاء في حزب الأم وآخرين اعتبرنا أي ذول مشا مع الميري سدن والجبل السامية كانت أكبر السدن الجبل السامية كانت مرحب بالسدن لأنه كان أقوى قتلة موجودة في الساح فيه ناس ما عنده أقوى جهة الإسلامية إنضموا للجبهة الإسلامية وبيقوا رافد قوي للجبهة إلى أن أخذ واحد وخمسين مقعد وقالوا تلحقوا فيه من الأيام ولذلك أنا أقول بطريقتنا دي المقصيين دير كلهم حيفكروا في جهة واحدة يبقوا عليها وبيقوا ترياق مضاد كبير لكم أنتوا في المشروع الانتخابي وأنا عشان كده بقول شنو يعني أنتوا الآن عندكم مستقى المعلّم طبعا 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 أربع سنوات وبعد الأربع سنوات سيكون الظروف غير مناسبة يسوها عشان السنوات لا نحن ما قازيقنا لا نحن أنت بزاق البعث يا أخي أنا بجيو أخرى أن تمي إلى قسم سياسة الجبهة الوطنية للتغيير وأنا رأي الرئيس وفي برقتنا وهنا على السنة والشاعة بدون السنة المجلس العسكري بقول سنتين أرتك أن الرؤية سنتين دي هي هتمشي لكن تماما حصول بصلا عشان يحاوروك ولا يأخذوا برائع لا 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 ما هذا الذي يسكره الآن محمد ديها المجلس العسكري الليلة عرف حقائق كثيرة نعم ولذلك أنا أعتقد أنه قبل ما يأخذوها منك حاول تديها أنت بطيب خاطئ سيد محمد لماذا لا 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 والمنتصر هو اللي بتنازل حتى الآن المدان عند الكارية تأخذ المعادة باللغة ما بيفهموا لحظة سوى محمد تخبغوا أنتوا أتخب objects سيد محمد إستاذ محمد يعني أنت بتتلم على هذا الفرائية يا أصر أنت خليه من البعث كذلك أي لا الأخذ التاريخ الشيء ما يطور عن الإنقلاب الدير ما يطور عن الإنقلاب أي هذا التاريخ أيلك تحضر وما قلبناها طيب كل لحظة تقلب من الإنقلاب ضيفي ذكر لك أن الأخطاء التاريخية التي جعلت الجبهة السدنة يحوز على دوائر كبيرة جدا هي كانت أخطاء تاريخية لماذا لا نتعز من هذا التاريخ ونطبقه الآن نعزل قوة السياسية هذا الشعب بكل مكوناته الوطنية والديمقراطية وهذا الشباب الواعي لن يستطيع أحد بعد الآن أن يقهروا هذا الشباب ينكر حتى الغوة السياسية نفسها هو الآن يتحدث عنه ما عنده علاقة بالسياسة ما عنده علاقة بالغوة السياسية المشتورة لا بالضرورة يا سيدي يا سيدي الشباب ليس بالضرورة أن يكون منظم في أي من القوى الوطنية الموجودة في داخل القوى الإعلان الحرية والتقيير طيب من الذي يتحدث بإسمه؟ ملتزم بخط قوى إعلان الحرية والتقيير لما كنا بنقول الساعة واحدة نطلع في ميدان الشهداء الشباب الممنظمين كانوا يجوا بناء على التوجه لا تستفيد الشعب السوداني ولا تستفيد هؤلاء الشباب ولا هؤلاء الشباب أنا أتحدث عنه أنك أخلت يا أصوص بحمد وياسو حلت وبرمجت أوكي كحرية وتقيير أوكي تجمع مهنيين مسألة الإعلانات التلتيب أوكي الإعلانات الساكت ما خلاص برضو فعلي تراكمي من قوة سياسية كانت ذكر أصوص بحمد الأعيس الآن يا سيدي إذا حاولت أن تجهد دور قوى إعلان الحرية والتقيير في إسقاط النظام حتتناقض مع نفسك وحيكون الشارع عنده موقف أنا لا أردت أنا لا أردت بابا للثورة بابا للشعب السوداني يوزع سقوق غفران ده معنا ده ضدنا ده صح ده غلط لا الشعب السوداني هو اللي يحكم يا سيدي الثورة هي اللي بتحكمه الشعب السوداني ده هو اللي خمس ده مشلب على السنة خلي منه مشلب على السنة هو السنة حس في يومين الشعب السوداني في يومين الشعب السوداني عارف منه عدوه وعارف يتعامل مع أعداءه بيات وشكل من الأشكال كويس ما أنا قاعد نكابر المسألة دي لا أنت بتحسيمه ولا أنا بحسيمه بحسيم الشارع دي بإرادته وبقواه التي فرضت على كل الناس أن يتعاملوا معه وعلى المجلس العسكري الانتقالي الآن بتعامل معهم بتعامل مع الجميع بتعامل مفروض بتعامل مع الجميع بتعامل مفروض بتعامل مع الجميع سمع رأي المؤتمر الوطني ذاته موز لكن في النهاية المجلس المجلس العسكري واصل لقناعة بإنه هذه الثورة يقودوها قوة إعلان الحرية والتقيير لا خلافة في ذلك أوكي طيب إذن القوة المعنية دقيقة قصة إنه قوة إعلان الحرية والتغيير قادة التصورة أنا ما هتناقش بها قوة إعلان الحرية والتغيير اللي قادة هذا الحراك هي المعنية بإدارة المرحلة الانتقالية لن نقصي أي شخص لانتماؤه السياسي ولا لانتماؤه العقائدي كل إنسان من حقه في ظل تحول الديمقراطي القادم أن يمارس حقه السياسي نحن نتحدث عن توافق أستاذ محمد نحن نتحدث عن توافق فترة الإنغالية الآن أنا لا أتكلم أنا لا أتكلم عن التوافق التوافق لن يتم مع أعداء الثورة التوافق لن يتم مع المؤتمر الوطني من الذي يحدد أعداء الثورة محمد نحن نبي نحدد أعداء الثورة الشعب السوداني أرجع للشعب السوداني إذا تم إخصاك أرجع للشعب السوداني بل أنت حتقسل حزبة شعيين؟ منه؟ الحزبة الشعيين جديد من قوينات قوائي إعلان الحرية والتغيير وهي التي قادت هذا التراك كويس؟ ما كان من قاز وحمد ما عليش ما قصت النقاذ ما عليش نحن بنتكلم عن القوى التي سقطت بسقوط النظام هذه القوى ما هيكون عندها إمكانية لأن تكون جزء من عملية التحول الديمقراطي في ترتيبات المرحلة الانتقالية يعني التي شاركت في النظام قبل سقوطه بعام أو عامين أو الثلاثة هذه لا يسأل عليها سؤال خاتمة لكل من بقى مع النظام لآخر محظة سؤال خاتمة سيد محمد لكل من بقى مع النظام حتى صغط النظام بهذه الطريقة وبهذا التفكير ربما يكون الساحة نفسها الآن فيها احتقال سمعنا خلال اليوم مضت مجموعة لتزعمة عبدالحيوسوف تتحدث عن خروج ومسيرة وأيضا لم يتم التصديق لها هل يمكن بهذه الكيفية يكون فعلا عملنا احتقان في الشارع السياسي أو في الشارع السوداني بصفة عامة وقد تقوض الأمور إلى مآلات أخرى بجزء نسمع الآخر الفطرة السابقة هناك كثير من الأحداث التي يمكن تشوي حتى الثورة أو الشعارات السلمية التي تحدثت بها والله هو الحاجة حقيقة في تجنب أنا أعتقد أنه الإعلام يضبط شوي يعني أساكير الإعلامية وصائط والله يعني نرى كيف الجو ملتهبة إعلانات وإعلام ما صحيح يعني الأخض الذي يحيصه ذلك ظلم بأنه قال هو اللي أفتأ للرئيس أموركم تلكين الرجل يطور على مسجده بأنه أنا مجرد تكلم لكن ليس مع ذلك أنه يعمل عمل مضاد وما فيه الرئيس لا لا الحرية لا حدود لا لا ما هو المتمرط اللي كان عايز يعمل مسيرة مضادة ولكن الجهات قدرت الموقف يعني رفضت له ولذلك أنا أعتقد لا حقه أن نحصل مشكتنا في وضعنا ما في داعين نحن بلد هشة بلد يعني السودان ده من واسبه هش ما تكتفر أخواني رحمة الضياعي قلبتوها ومسكتوها ونور ما شاء نحن ما نسكنا ما سكنا ما سكنا لا ما ليلة من طور وطن الوطن لا لا ما سكنا لكن والإحسان تتجاوز من حقك لأخوك أنا شايف أنا شايف نهد والله والله اللي أعتدون دي والله ما تستحق كل الحاصل ده ليلة ومفجرة تقوم بلوسائية في الأطراف بعد البلد دي بناسبة تمانية والتسعة الدول دي وكلنا تشتريب مع ناقة المطرفين دي الدينيين والدنيوين والآخرين كل سنعلى على البر ده يمكن إطار تواصلكم مع المجلس رغم الآن الأخ محمد دي تحدث أنه لا مجال لكم أصلا في الفترة الانتغالية وأنتم أنا تدعمون لحظة كملة تدعمون المجلس أو تقدمون المجلس العسكري رؤى وأفكار وطرحتهم حتى ممثل أو لرئاسة مجلس الوزراء من طائفة المسيحيين مع من أنتم تعملون هذه التدهير وتجلسون مع المجلس العسكري وأنتم ليست جزء من أصلا ما بنرتضي يعني فئة من الشعب السوداني مهما كانت تحميتها يعني تحكم على الآخرين بأنه هذا في الخارج وعذا في الداخل هذه مسألة أساسية بالنسبة لنا بنقررها وبنقولها وبنصر عليها المسألة الأخرى المؤتمر الشعبي أصلا أعلم بأنه هو لن يشارك في حكومة في الحكومة الانتقالية ما نشارك كحزب وللعكس نحن عملنا طرح أن الحكومة الانتقالية ينباك أن تكون من سودانيين فلص مستقلين لا منتمين كفاءات وخبرات وأهل دربة زي ما كان في كل العهود الانتقالية السابعة لأنه أصل فترة الانتقالية مقصود منها تسير الأعمال إلى أن تأتي حكومة فوضة هي التي تعمل التغيير الجزري المحتاج له السودان حتى الدستور نفسه نحن تكر أنه الدستور لنبغي الانتقال نعم ممكن أن يكون هناك الدستور الانتقالي سير الفترة الانتقالية وهذا ما قلنا نحن برضو عندنا مقترع ونفس الدستور اللي نحن كنا عملناه مع قوى الإجماع الوطني تقريبا أنا مقترحينه على المجلس العسكري فالنسل العسكري طبعا طلب من كل القوى السياسية تجيب رؤاها نحن بين القوى تقدمنا برؤانا فالفترة الانتقالية ممكن أن تسير بالدستور الإتكالي لكن الدستور الثابت والدائم يعمل الشعب السوداني يعني إن شاء الله سودان مقلال جمعية تأسيسية أو برلمان أو جمعية تشريحية ما بيعملوا أفندية يقعدوا يقولوا نحن بمتسل الشعب السوداني يعمل ينجرون لهم دستور ده ما بدون طيب لو تجاوزنا هذه النقطة الآن مع القوى السياسية التي تعتبرون أنها فعلا قوى سياسية فاعلة هل هناك تواصل بينكم وبينهم في هذه الرؤى في تواصل في تواصل خلاف الحرية والتغيير هذا لنحن ما مقطعين منه يعني بيناتنا جدا نقاش مع جماعات منه مستمر وكذلك مع القوى السياسية الأخرى التي كانت معنا في الحوار الوطني عندنا يعني التواصلات واتفصالات مستمرة مع قوى الشباب الموجودة في الميدان نحن عندنا قوى موجودة في داخل الميدان وعندنا تواصل مع هؤلاء الشباب سواء محمد دياطين لأنه نحن عنوان الفتر القادم نتكر هو التوافق الوطني اللغوة السياسية التي يتحدث عنها الأستاذ إغريسي ليمان هناك تواصل وتوافق ورؤى ألا من تكون هناك مساحة لكم أيضا حتى تفكروا بطريقة يعني على الأقل في إطار التوافق السياسي المطروحة الآن برؤيتكم وتستطيع رؤى الآخرين من أجل غضايا السودان ومن أجل التحول الضموراتي أريد أن أكرر نعم أريد أن أكرر ليس من حق أحد أن يقصي أحد عن حقه في ممارسة حقه في العمل السياسي الطعريف الإقصاص لا أستاذ محمد لو سمحت لي بس ولسنا مع أي قانون يصدر ضد ممارسة العمل السياسي أتحدث بشكل واضح أن المؤتمر الوطني وشركائه في السلطة لن يكونوا طرف في الترتيبات المؤتمر الوطني حزيب صغط بإصغاط النظام ورئيس المخلوع أصبحت في قوة سياسية الآن هي تتحدث المخلوعين كتار ما البشير خلاص دارين تسووا مخلوع زماني هسا بيقى مخلوع المخلوع البشير والمخلوع السنوسي والمخلوع كل المخلوعين كل الأحزاب السياسية اللي مشاركة في الحكومة التنفاق الوطني يدافعوا عن هذا النظام حتى سقط هم مخلوعين أصوات محمد عيسى حلنا أكمل حصرني زمن حصرني زمن نعم نحن بنقول أنه ما في إمكانية لتوافق مع القوى التي خرج ضدها الشعب السوداني أن تكون جزء من العملية السياسية أما مؤتمر الشعب دار يعمل حزب ما دار يعمل حزب دار يغير اسمه دار يمارس عمله السياسي ما في زور يخطيه وهل يمكن بهذه الطريقة نتم انتغال سلس لفترة تعقوبة انتخابات حرة ونزيحة وتداول سلمي في البلاد نعم وهذا ما نعم بلغه الآن بالترتيب والتنسيق مع المجلس العسكري حصريا على القوة قوة إعلان الحرية والتغيير السيد محمد حركات مسلحة شاركت في الحوار حوالي كم واربعين حركة مسلحة مئة وسبعتاشر حزيب الآن كلهم بر التاريخ حتى أنتم موجودون مانكم ونظاف مجتمع مدني ما عندكم طريقة تتكلم الآن نعم ما عندكم طريقة تتكلم الآن في فترة انتغالية كيف طر هذه الفترة الانتغالية بهذه الجلسة هل يمكن أن نصل إلى توافق مع الآخرين مع المجلس العسكري حتى نتجاوز هذه المرحلة والله أنا شايف الطرح ده كشح نعمة كده زي الزور يدفق رسماله السياسي المستقبل كله لأنه الاستعداء كل ده مشكلة كبيرة جدا جدا يعني إذا أن المنتمر الوطني يكون جزء من السلطة الانتغالية بسؤال مباشر ده ما حسب المجلس العسكري الانتغالي أنا ما بتكلم عن مجلس أنا بسألك هل ممكن أن تقبل أن يكون المنتمر الوطني جزء من السلطة ده أصلł أمره محسوم محسوم بش snack ده محسوم بقرار مجلس العسكري الانتغالي ماذا نحن التفجين معه فيه نتفجين تماما طيب ده أنا بقول لك لكن Anyone فهم أخوان لديه كانوا انقلابين وتأبوا تأبوا تأبوا وجوك وجوك زي شو يعين زي شو يعين زي شو يعين الكون في حكومه حكومه سكره بتاع السلفاكر جا راجعين للخندق بتاع المعارضة أنا شايف المزايدة السياسية دي والله محمودين لقدامه نهائياً هل الموقف الواضح المعلن يعتبر مزايدة؟ المزايدة هم الذين البزايدو المحتاجين حقيقة لمعالجة يعني أنا والله حقيقة بصراحة موقف أخواننا المشاركين في السلطة والله ده ما دارلت محلل نفسي ما محلل سياسي حسنا يا أخي حزب صغير يعني إن شاء الله ثلاثة انفار إن شاء الله ثلاثة انفار يحفظ يا سيدي يحفظ له الحق الوطني معه ما شارك نهاية أعدمت لهذا الحزب في ثمانية وعشرين رمضان كم ثلاثة؟ ثمانية وعشرين كنت وين انت في لوك الدك؟ مش كنت جزء من السلطة؟ كنا جزء من السلطة أعدمتوهم قاموا بإنقلاب والذي يقوموا بإنقلاب بيعدموه حسنا بذات المفهم خلاص انتقوموا خلاص جدا الذين قاموا بإنقلاب بيعدموه شكرا جزيلا لم يبغى لي من الزمنين أن أسقلوا بيومي شكرا جزيلا لم يتبقى لي زمن من هذه الحلقة شكرا لكم جزيلا أستاذ محمد ضياء الناطق الرسمي بتحالي غول إجماع الوطني أستاذ دريس سليمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي أستاذ محمد عيسى إليو رئيس الممبر المدني الدارفور شكرا لكم جزيلا ما بين الإقصاء والمزايدة السياسية والبحث عن الفترة الانتغالية لتهيئة الأوضاع السياسية وعولة المؤتمر الوطني للسلطة إلى الانتقال مستقلا لكم تحياتيكم المشاهدين لأن ألتقي في ساعة خاصة مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا اشتركوا في القناة